موسيقى تروح كمان الحلقة اللي تفوتهم يروح يشوفوها على الانترنت المسلسلات العربية لا متخرجش برا الحدود ليه معرفش يمكن الاستاذ صلاح معاطي يعرف سيد صلاح انا بحقيك يا سيد محمد على هذا السؤال لان السؤال ده عادت اسأله لنفسي كتير جدا وحبست نفسي قلت انا لازم اشوف ايه سر هذه المعادلة وخرجت من الحب السورة لسه يا سيد صلاح لا يعني هقولك بكل صدق و بكل صراحة انا رجل رواقي في المقام الاول و بحب الرواية بحب الحكي بحب الشيء اللي فيه تصاعد الرامي واحداث انا لم استمتع ب يمكن دي هوية نظر شخصية لم استمتع بالفيلم او بالمسلسل التركي لسبب واحد ان انا هو المسلسل التركي ليه اجاوب بس على السؤال انت بتطلع في مناظر واسعة يعني الكاميرا تقريبا ما فيش الغرف الضيقة التي عندنا يعني الاماكن الضيقة قط الصالون اللي هي يعني تلت اربع المسلسل المصري قط الصالون قط الجلوس اللي قدام تليفزيون دي بالضبط لكن انت بتشوف مناظر جديدة مناظر واسعة جدا تصوير على مستوى عالي اللغة لغة الحوار هيلة يعني فعلا بس بالرغم ان ايه يعني انا ممكن اغيب شهر وارجع الا ايهم بيتكلموا في نفس القضية في المسلسل التركي لكن لكن اه حوار حلو جدا حوار حتى لو فيه حب المشاعر الجياشة والعاطفة لكن ما فيش احداث انا حاس ان ما فيش تصاعد يعني احداث ممكن يتم ضمها احنا محتاجين ده يعني احنا محتاجين وبعدين المسائل برضو الحيالي يوميا للاحيان بتستهوي بعض الناس يعني انا كنت مقدم مسلسل مرة فاحد المسئولين قال احنا عايزين حاجة يوميا يعني تبقى فيها اي نوع من يعني حلقات الناس عايشة ازاي يعني مش هيدي القضية فيه عندنا مشاكل جندة جدا محتاجة ان احنا نعالجها دراميا بشكل كبير يعني فالحقيقة يعني هذا ما يعيب المسلسلات التركي واحنا نقدر نقدم ده من السهل اول ان احنا نقدم طب ما نقدموش لي او سيد صلاح انا انا اقول لحضرتك واحد من الفلسفة اللي هما مش فلسفة يعني لكن عنده فلسفة ممتازة زميلي الاعلامي المصري الكبير محمود سالم يقول لك ما دام قد نجح فهو ناجح يعني ايه يعني المسلسل ده طالما ان الناس حبوه يبقى مسلسل ممتاز مهما كان رأيي النقاد فيه ومهما قلنا فيه يعني ما قاله مالك في الخمر فانا انا اصدى اقول لي سعدتك ان كانت هذه الوصفة تنجح المسلسل ما هي في ادينا ما نعملها ما الوطن العربي مليان مناظر واحنا عندنا كمان عقول زي حضرتك كده تكتب القصة ويبقى المسلسل قصة ومناظر في نفس الوقت لا جانب واحنا عندنا المناظر دي يعني احنا عندنا المناظر اللي هممكن نقدمها المشكلة كمان مش كده سيد محمد المشكلة في التسويق احنا ما نسوقش نفسنا صح ما منقدمش نفسنا صح طب هل انت تعتقد مثلا ان الافلام المصرية اللي اتعملت على في تاريخ السينما المصرية ولا فيلم منهم يصلح ان هو مثلا يدخل معرجان كان او يفوز بالجايزة الاولى او يفوز بالاسكر طبعا فيه بس دي احنا ما عندناش الجوانب الاخرى بقى اذا اقتصاد ما عندناش اقتصادين جيدين يقوموا بالدول ده ما عندناش مسوقين جيدين يعني هي العملية عايزة مؤسسة زي ما بيقول لحضرتك مؤسسة متكاملة تقوم بدأ بدا يبقى عندنا المسلسل المناسب اللي يدخل مسابقات عالمية المسلسل اللي هو زي على نمط مهند تركي مسلسل يبقى ولا حريم السلطان ده حريم السلطان ده تحول الى ظاهرة الحقيقة انا يعني امرتي وحشتني امرتي قاعدة قدام حريم السلطان صوتها وحشني والله يا سيد صلاح احنا نقدر نعمل ده بافكارنا بس هي الفكرة احنا لو هلنا لاحقنا يحدث حتى احنا عندناش روح الفريق كما ينبغي احنا محتاجي ان نتغير على فكرة اللي لن refrigerator میں progress نحن نحتاجين أن نغير فكرنا أن نحتاجين أن كل واحد يغير من نفسه أنا بعد صورة 25 يناير قلت لا أنا لازم أغير في نمط الأفكار بتاعته وإسلوب الكتابة فنحتاجين هذا التغيير نحتاجين فعلا يبقى فيه عندنا نفسي يبقى فيه هذا التفاعل وهذا التعامل ونعمل أعمال جيدة جدا شكرا الوضع السياسي في مصر كما تعرفه وضع فيه قدر كبير جدا من القلق والانقسام والانقسام وصل حتى إلى البيوت ليه هذا المهتم بالشأن السياسي المصري وأنا عارف كل المصريين مهتمون لكن لماذا يشاهد مسلسلا فيه قصة حب أو قصة خيانة ولا شيء مثير من هذا النوع وما يشوفش مثلا الخطب اللي على منصة رابعة ولا المظاهرة اللي في التحرير يعني لماذا سيبعد نفسه عن السياسة في الشهر دا ويروح للدراما ليه في رأيك والله أنا بختلف مع حضرتك لأن المشكلة للسنة أن الناس هتروح للتحرير ورابعة أنت شايف كده أنت شايف أنه فعلا ستظل السياسة هي البطل فات الشاشة الأول والمسلسلات يمكن عايز أقولك على حاجة تطمينك أن اللي بيحصل في مصر دا بالرغم أنه فيه قلق وفيه خوف وفيه توطر لكن دا دا إفراز لشيء خفي إحنا حيتحقق قريب يعني دا لأول مرة ألاقي مثلا الرجل البسيط في الشارع العامل البسيط يكلمني عن الليبراليين ويكلمني عن قضايا عامل ويقولك مدام قلت الليبراليين بقى يقولك هم صيح كفرة يا أصد صلاح أو إيه بالظبط وهي دي القضية هي دي القضية يعني أنا حتى معلش برضه هاتطر أرجع للحاجة اللي احنا مش عايزين نتكلم فيها يعني لما يجوا النهار دا بيتكلموا عن أن التحرير كفار واليبراليين طيب إزاي أنت بتقول كده وإنت من المفترض أن إحنا بعد أربع سنين لو بتقول أنه هو يكامل الأربع سنين بتوعه بعد الأربع سنين ممكن أوليبراليين يمسكوا هو الحجب يبقى أنت هتقبل إزاي بعد كده إذا كنت ترفضهم النهار دا يعني أنت بترفض شيء بعد أربع سنين من النهار دا لما أنت تقول لك لأقصدول كل اللي في تحرير تحرير لبراليين وكفر وده كلام مش منطقي برضو لا الحقيقة دا استخدام خلينا نكون صرحاء وأحيانا يعني كده الكلام دا على نفسي يعني أنا ممكن أبقى واقح وأقول لك أن دا استخدام منحط للخطاب الديني في سبيل تحقيق أغراض سياسية يا أستاذ صلاح لكن الحقيقة ما يهمني جدا أن أسمعه منك الآن هو متى يمكن التعبير عن هذه اللحظة الثرية جدا دراميا في مسلسل بعد كم سنة كده بص هو بعد 25 يناير وجئت بعض زمائلنا بيكتبوا أعمال عن الثورة وبيعملوا أحيانا قلت لهم يعني مش وقته خالص يعني مش دلوقتي لازم العملية يحصل فيها نوع من التخمر المرحلة بتاعتنا دي محتاجة تخمر التخمر هي مسألة التأمل والعيش في الأحداث بعد ما نترك هذه الأحداث هنكتب لكن دا ما يمنعش إن إحنا نكتب دلوقتي ميش عن الأحداث دي عن التوقع لأن التوقع لسا ما حصلش هو هتكتب عن اللحظة اللي أنت عايش فيها لأنك إنت هتكتبها من خلال رؤى المحللين السياسيين والأخبار اللي موجودة على الشاشة لكن اكتب بعد كده أو قبل كده يعني اكتب عن الأحداث الماضية ويكتب عن المستقبل عن توقعك عن المستقبل لأنه لسا ما حصلش أنا أسألك سؤال قد يكون سؤال محرج بعض الشيء ومش عايز تجاوب ما تجاوبش لكن مثلا هل يجوز لمؤلف درامي إنه يكتب مسلسل السنة الجاية مثلا يطلع فيه الفريق السيسي قائد الجيش المصري إنه خاين وعمل انقلاب وواحد تاني يطلعه بطل ولا جمال عبد الناصر وأنقذ مصر من فاشية التيار الديني المنغلق ينفع كده يا أستاذ صلاح ولا فيه قراءة بعينها للتاريخ ولللحظة ما ينفعش كاتب يخرج عنها والله هقولك على حاجة ودي قناعة أنا الشخصية والله هو طبعا الحدث التاريخي لا يمكن تزييفه الحدث التاريخي أيا كان لا يمكن تزييفه أو تغييره ولكن إذا كنت حتى تناول شخصية من الشخصيات بوجهتين نظر المانع أي شخصية مثلا هنتكلم عن علي إسماعيل علي إسماعيل الملحن كبير أنا تناولته بشكل بشكل طبيعي أو فنان ولكن يعني صورت كل الجوانب المختلفة على علي إسماعيل أنا مش عايز أبين أن علي إسماعيل ده ملاك جاي من السماء ده مش دوري ما ينفعش أن أنا أتناول شخصية أن أنا أقول أنه طبعا أنا بعمل مسلسل ليه إنما أرينه أنه هو إنسان عادي من لحمه دم يعني بيغلط وليه تأطمع وليه رغبات بيحاول يحققها ده كويس إفرد أنا عملت مسلسل عن شخصية وطنية دي من وجهة نظري جا واحد تاني قدمه بشكل تاني من وجهة نظر مختلف إيه المانع يبقى إحنا عندنا وجهتين نظر من خلال مسلسل درامي بس أهم حاجة إذا كنت أنا أتناول شخصية درامية وشخصية سياسية وموجودة يبقى لازم أحطها في الحدود بتاعتها بحيث أن أنا ما أجيبش أحداث لا أختلق أحداثا تزيف التاريخ صحيح ولكن إذا كنت أنا أتعامل مع التاريخ يبقى أنا لازم أتعامل مع التاريخ بصدق أنه هو أصدر قرار بهدف كذا هدفه ما أقولش أنه ما أحاولش أن أنا أصعد على هذا القرار بفكرة من عندي ممكن تكون غير الحقيقية لكن القراءات بتختلف وأحيانا بتتناقض يا أستاذ صلاح وأنا الحقيقة كان سؤالي متعلق بقدرة الطرف الآخر على طرح رؤيته للأحداث درامية يعني إذا كان فيه كاتب إخواني وكتب أنه قائد الجيش المصري ده هو انقلب على الشرعية هل هذا مسموح به أم لا في مسلسل المانع طالما دي وقت نظره ما فيش مانع بس هي المشكلة المشكلة برضو في إخواننا لأنهما أصدقائنا يعني أنهما للأسف يعني أحيانا في بعض أعمالهم بيغلب عليهم اللهجة الوعظية خصوصا الكتاب يعني الكتاب القصة خصوصا القصة القصيرة يعني معظمهم تلاقيهم بيصدروا ليك من خلال العمل يعني ما فيش مانع أن تبص تلاقي مثلا القصة فيها آية قرآنية وحديث شريف تعرف القصة القصيرة تبقى مركزة وموقف واحد ما فيهاش نوع من يعني يعني كأنه أنا حتى قلت الواحد منهم أنت كده كأنك بتتجبع علي بصلاتك مثلا كل واحد آه يعني كل واحد بيمؤمن ليه عاقته لكن أنت بتتعامل مع القصة بتتعامل معها الشخصية اللي أنت بتكترى دي مش شخصيتك أنت أنا مش عايز يعني كل أبطال هم شخصيات مثلية أنا عايز أنت تتكرت فترة من الفترات طلع من يقولون أنه الفن لازم يبقى فن ملتزم وأنك لازم لما تكتب ومال مسألة وماله دي محتاجة شرح لأنه الفن لا يلتزم إلا بوجدان الفنان هو ده الالتزام الوحيد طب ما هو هو ده الالتزام اللي أنا بقوله هو ده الالتزام إنما الكاتب حرف أن يتناول الأحداث زي ما هو عايز والشخصيات واللغة ولكن فيه نوع فيه يعني فيه يعني حس بس ده ممكن يأصل حتى على فنية العمل أنا بكلم بكلم مش من ناحية الالتزام الديني أو الأخلاقي أنا بكلم على فنية العمل ده ممكن يضر بفنية العمل إن أنا ممكن يعني فيه نوع من اللفظ الصريح اللي ممكن يهدم العمل أو يضره أو يصوره بشكل وحش جيد طيب أستاذ صلاح أنا في النهاية أنت عارف كل موسم رمضان كده يبقى فيه مسلسل ضحية يعني فيه مرة كان مسلسل محمود درويش مثلا كل الناس أقلوا مسلسل مش عارف إيه مش هنتفرج عليهم مسلسل شنيع وأساء لمحمود درويش المرة دي كلهم بيقولوا نفس الكلام ده عن مسلسل الزوجة الثانية وحجتهم إنه محدش ينفع عيال عبدور السندريلا يعني سعاد حسني فإنت إيه رأيك مش عارف يعني لو شفناه على قناة نقتله ولا نعمل إيه لا لا نتفرج عليها أنا برضو من بين الأعمال اللي هي إن أنا عايز أتفرج عليها جدا للزوجة التانية بس الأسف يعني دوها برضو مش دفاعا عن اللوجية النظر للتاء الأخرى اللي أنت بتقول عليها ولكن الأعمال التي مثلا تم تناولها في أعمال سينمائية لما جاء زي مثلا السلسية بين الأصرين يعني لما تعمل المسلسل ما كانتش بنفس النجاح اللي عمل اللي كان في السينما مع إن الآن بطولة محمود مرسي يعني ما فيش أعظم كده ولكن هي الفكرة إيه الفكرة أنت هتعيد للمسلسل في الفيلم في مسلسل هتعيد للم نفس الأحداث ولا فيه رؤية جديدة أنت هتقولها من خلال المسلسل هي دي هو ده الفايصل أنت هتعيد لي نفس الأحداث اللي أنا شفتها في الفيلم طبعا أنا شفتها في الفيلم إنما هتغير لي زي بالضبط إيه زي أنا قاريت الأول لص والكلاب اللي نجيب محفوظه واستمتعت جدا بالقصة أختلف عجبتني جدا فيصيبك ما يسمى بالدهشة الفنية يا أستاذ صلاح أنا فهم ساعتك يا أستاذ صلاح أنا شاكر جدا الحقيقة كان من المفروض أن يكون معنا ضيف كريم آخر وهو سعادة الدكتور سعود كاتب أستاذ تكنولوجيا الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز بجدة لكن للأسف زي ما قلت ساعتك كده خذلتنا الأقمار وأنا أشعر الدكتور سعود شكرا جزيلا لكن أضعف شكري لك أنت أستاذ صلاح والله على رأس يا سيد شكرا للأستاذ صلاح معاطي المؤلف والكاتب الدرامي المصري المرموخ الذي شرفنا مباشرة من القاهرة في أولى حلقات الخيمة بكرة خيمة أخرى أسبوع أخير اشتركوا في القناة